هذا وتحل اليوم الذكرى الثلاثة وسبعين لنكبة فلسطين التي شردت في عام 1948 نحو 800 ألف فلسطينية في ظل عدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس والضفة الغربية المزيد في صياق التقرير التالي تتزامن الذكرى الثلاثة والسبعون للنكبة الفلسطينية مع عدوان إسرائيلي آخذ في التصاعد ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يصادف الخامس عشر مما يذكرى النكبة الفلسطينية التي وقعت عام 1948 بعد الإعلان عن تأسيس دولة الاحتلال واندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى مما أدى إلى تهجير نحو 750 ألف فلسطينية فبعد أكثر من سبعين عاماً من الشتات تزايد عدد اللاجئين الفلسطينيين ليتجاوز خمسة ملايين حسب تقارير الأمم المتحدة حيث أصبح ثلثاء الفلسطينيين لاجئين محرومين من العودة إلى ديارهم بينما تدفق آلاف المهاجرين اليهود من دول العالم ليعيشوا في بيوت اللاجئين طرد الاحتلال عام 1948 أهالي 530 مدينة وقرية في فلسطين بالإضافة إلى أهالي 662 قرية صغيرة فيما عرف بأكبر عملية تطهير عرقي مخطط لها في التاريخ الحديث بينما اقترفت قوات الاحتلال خلال النكبة أكثر من سبعين مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى مقتل ما يزيد عن 15 ألف منهم وخلال الأعوام الماضية أحيى الفلسطينيون ذكرى النكبة كل عام مصرين على إيصال صوتهم إلى العالم عبر مسيرات العودة التي راح ضحيتها خلال عقود مئات الشهداء برصاص وقنابل قوات الاحتلال الإسرائيلية وجرح فيها الآلاف